بدأت نشأة الإمام البخاري في حضن أبيه اللي كان وثيق الصلة بعدد من كبار أهل العلم وكان بيتردد عليهم ويرجعون إليه تربى الإمام البخاري في بيت علم لأب من علماء الحديث الشريف ولأم ورعة تقية عابدة قانتة لربها سبحانه وتعالى وبلا شك إن الجو ده الجو العام هذا الجو العام غرس في نفس الإمام البخاري منذ نعومة أظفاره حب القرآن الكريم وحب الحديث الشريف وأصمر في نفس الإمام البخاري وهو صغير الشغف الشديد بطلب العلم عموما حتى نشأ الإمام البخاري وذلك فيه سجية وهوا وشغفة توفي والد أو إسماعيل والد الإمام البخاري وترك الإمام البخاري يتيما صغيرا اعتنت بي والدته وربته وأحسنت في تربيته وأرادت والدة الإمام البخاري له منذ أن كان صغيرا أن يكون عالما كأبيه فبدأت إنها تبعت وترسل به إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم ليكون من حفظة القرآن الكريم حتى إن الإمام البخاري نفسه يخبرنا إن في هذه المرحلة الأولى من حياته أثناء ما بدأ يحفظ القرآن الكريم كيف أن الله تعالى ألهمه حفظ الحديث في مكتب تعليم الحديث الشريف في بخارة وهو كان في الوقت ده دون العاشرة يعني أقل من عشر سنوات إلا إنه أثناء حفظه للقرآن الكريم وببركة القرآن الكريم وللرعاية الربانية لهذا العالم المحدث الفقيه الجليل الإمام البخاري أن ألهم حفظ الحديث النبو الشريف أثناء ما كان يحفظ القرآن الكريم حتى هو قال كده وهو بيخط عن سيرته فقال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب أي وقت ما كان بيحفظ القرآن الكريم في مكتب تحفيظ القرآن الكريم وعرف بعد كده الإمام البخاري وتعلم بما تأدب عليه في المكتب مكتب تعليم الحديث الشريف دي زي ما تكون مؤسسات علمية كانت موجودة في زمانهم أشبه بالمدارس الآن يعني كان فيه مكتب لتعليم القرآن اللي احنا بنقول عليه الكتاب كان فيه مكتب لتعليم الحديث النبوي الشريف وكان ده موجود في بخارة لأنه الإسلام وصل إلى هذه الأماكن وقلنا بخارة هي الآن موجودة في مدينة أوزباكستان في أسيا في منطقة أسيا الوسطى في الوقت ده كانت فيه المؤسسات العلمية دي كتاب بيحفظ القرآن آخر بيعلم الحديث النبوي الشريف وحرص والدة الإمام البخاري أنه هو من أول ما بدأ يفهم الكلام وأنه يقدر يحفظ بدأ اتخذه ليتعلم القرآن ويتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعرف بعد كده الإمام البخاري أن طلب العلم لابد فيه من الحرص أنه يبدأ يحفظ العلم فانصرف إلى العلم بكل شيء ما كانش مشغول بأي حاجة وربنا سبحانه وتعالى هيأ له كده أنه ما يبقاش وراه حاجة إلا طلب العلم وبعد كده طلب العلم وتعليم العلم فانصرف إلى العلم تعلما وفهما وحفظا وبدأ ياخد كتب مشاهير المحدثين لأن نفسه مالت إلى أنه يتعلم حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام زي ما هو قال ألهمت حفظ الحديث فبدأ ياخد كتب أشهر المحدثين في زمانه واشتغل بحفظ الحديث ومما حفظه الإمام البخاري في تلك المرحلة المبكرة في عمره اللي بيقول وقتها يعني عبال محافظ كتب يعني ما خدش وقت كتير على 16 سنة كان حفظ الكثير من كتب الحديث النبوي الشريف كان أول ما بدأ وهو لما بلغ السادس عشر من عمره ابتدأ مثلا بكتاب من ضمن الكتب اللي ابتدأ بها كتب كتب الإمام عبدالله ابن المبارك عبدالله ابن المبارك مولود 118 هجرية متوفى 181 هجرية عبدالله ابن المبارك كان فقيه وكان مؤرخ وكان محدث يعمل في الحديث الشريف ورواية الحديث وكان شاعر في نفس الوقت كان إمام معتبر جدا رضي الله عنه اتفقت جميع المصادر اللي اتكلمت في سيرة الإمام عبدالله ابن المبارك على إنه كان طلابا للعلم يعني وكان عنده شغف شديد بطلب العلم وهو في ذلك كان نادر المثال رحل وسافر إلى جميع الأقطار اللي كانت معروفة في زمانة بإن فيها نشاط علمي في عصره فرحل مثلا في طلب الحديث إلى بلدان كتير جدا يعني رحل يمن مصر الشام الجزيرة البصرة الكوفة وغيرهم رحل كل ده طلبا للعلم وللحديث النبوي الشريف يعني الحديث كان واصل كل الأماكن دي في هذا الزمان المبكر في عمر التاريخ الإسلامي نعم كان واصل والحقيقة إن عبدالله ابن المبارك اللي سدنا الإمام البخاري بدأ يحفظ كتبه كان من طبعه إنه بينشد العلم حيث رآه ويأخذ العلم حيث وجده ما يمنعوش من ذلك مانع كتب عبدالله ابن المبارك عمن هو فوقه الأسدزة الكبار اللي أقدم منه اللي أكثر علما منه واللي في نفسه عمن هو يعني مثله اللي في نفس مستواه العلمي وتجاود ذلك حتى كتب العلم عمن هو أصغر منه ما كانش بيوقفه شيء في طلب العلم أكبر منه ياخذ منه زميله ياخذ منه في نفس مستوى ودرجته العلمية ياخذ منه أقل منه ياخذ منه إن كان يفوق عليه في جانب من الجوانب العلمية كان لا يعني الإمام عبدالله ابن المبارك إلا الدقة العلمية كل ده إحنا بنحكي عن الإمام عبدالله ابن المبارك وإزاي الإمام البخاري كان حريص منذ نعومة أصفاره على حفظ كتب عبدالله ابن المبارك نزيد بعض المعلومات حول هذه الشخصية عشان مع حضراتكم نشوف التكوين العلمي للإمام البخاري اللي بيعترض على الإمام البخاري الآن وهو يجهل تاريخه وتكوينه العلمي وكيف كانت العواصم الإسلامية بما كانت عليه من حركة ونشاط علمي شديد يبهو ما فهمش إزاي التكوين ده الرعاية الربانية لهذا الإمام الجليل وفي ذات الوقت ما كانت عليه العواصم الإسلامية من العناية بالعلم وأهله والحرص على النشاطات العلمية العديدة والمتنوعة حرص الإمام عبدالله ابن المبارك على دراسة الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتعل بدراسة الحديث الصحيح على غيرها ولم يكن الإمام عبدالله ابن المبارك بيهتم بجانب الكم إنه يجمع أكبر كم من الأحاديث أو في عموما في جمعه للعلم بل كان اهتمامه دايما بيتوجه إلى إنه الانتقاء النوعي دافعه في هذا الأمر الأمانة العلمية والاستبراء للدين لذلك كان التثبت عنده العلمي هو المنهج اللي التزم به الإمام عبدالله ابن المبارك وأخضع له كل ما كان يصل إليه من أحاديث نبوية شريفة حيث كان يتحرى ما يقبل منها وما يرد من خلال الإسناد سلسلة الإسناد بتاعتها لأنه لو لا الإسناد ده هم دل اللي حملوا هذا الحديث لو لا هذا الإسناد لقال من شاء ما شاء فكان عنده عناية شديدة بمراجعة سند الحديث كما حرص زي ما ذكرنا عبدالله ابن المبارك على دراسة الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بها على غيرها حيث قال عبدالله ابن المبارك لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمة يعني عن ضعيفة ده أحد الأئمة اللي قام الإمام البخاري بحفظ كتبه كتب ذاك الإمام شوفوا منهجه قد إيه واضح وانشغل قوي بالأحاديث الصحيحة وكان ليه منهج واضح في قبول أو رد الحديث ده الإمام البخاري وغيره عكف على حفظ كتبه فحفظ الإمام البخاري كتب عبدالله ابن المبارك الكتب بتاعت عبدالله ابن المبارك دي اللي تكل اللي وصفها يحيى ابن معين وقال إنها كانت يعني كانت كتبه التي يحدث بها الكتب اللي كان بيعلم من خلالها الناس حوالي عشرين ألف أو واحد وعشرين ألف يعني المعدود هنا إما إنه عدد الأحاديث عشرين أو واحد وعشرين ألف أو عدد الأوراق اللي بتحمل الحديث الشريف كان حوالي عشرين ألف الواحد وعشرين ألف وإحنا ما نقدرش يعني نستبعد هذا الرقم لإنه عبدالله ابن المبارك حمل الحديث عن ألفي شيخ من المحدثين لإنه رحلاته كانت كتيرة جدا 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 ونقل عن كثير من أهل الحديث وكان بيدون عشان نقول لللي بيتكلمه يقولك أصل الحديث لم يدون لأكت ليهم أصول بيرجعوا إليها فكانت في المحفوظ وفي المسطور محفوظة أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال العرض اللي بنعرضه ده كمان بنأكد على إنها أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت في جميع البلاد شوفوا العلماء كانوا إزاي بيتكبدوا الكثير والكثير من المتاعب والمشاقات من أجل أن يحصل على حديث بسند عالي ما بين الراوي وما بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد مش كتير من الرواه فيسافر ويروح عشان يسمع الحديث ويتحمل منه الحديث ويكتب هذا الحديث واللي بياخد منه الحديث أصلا موسق الحديث عشان الناس اللي بتتكلم بغير علم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عكف الإمام البخاري شوف من صغري خات كتب عبد الله بن المبارك وغيري عكف كمان على حفظ كتب الإمام وكيع بن الجراح الإمام وكيع بن الجراح ولد 129 هجرية الإمام وكيع بن الجراح ده كان شيخ الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإمام الشافعي وغيره من أئمة العلماء الكرام عكف على كتب الإمام البخاري وليه كتب مختلفة ليه في التفسير ليه في الزهد ليه في السنن ليه في الفضاء الاستحابة في المسند المصنف عنده في التاريخ يعني معظم كتبه كانت في فنون الحديث معظم كتبه كانت في فنون الحديث لأن أبواب العلم كانت بتعتمد على الرواية بالأسانيد شوفوا دقة العلماء في هذا الزمان المبكر في التاريخ الإسلام فانظروا معي مقدار ما كان يشتغل به الإمام البخاري وهو ما جبش عشرين سنة مقدار ما كان يحفظ الإمام البخاري عن ظهر قلب مع المكتوب الذي كان يراجع عليه وهو أقل ما جبش ستاشر سبعتاشر سنة يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وفي مدد وجيزة جدا حتى إنه تعجب أشياه من سرعة حفظه ودقة حفظه للحديث النبوي الشريف لما نتعرف إلى ذلك هنتعرف على مقدار ما حفظه الإمام البخاري بعد ذلك وبعد كده ما نستغربش ونقول الله هو إزاي يعني انتخب الجامع الصحيح بتاعه أو انتخب الصحيح من ستمائة ألف حديث أيه ما هو قابل قرابة ألف شيخ نقل عنهم الحديث وكان دقيق لمنهج شديد جداً في قبول الحديث أو رد الحديث اعترف بهذا المنهج ودقة هذا المنهج جميع العلماء في زمانه وبعد ذلك إلى الآن لأنه قام بجهد في زمن مبكر قام بمنهج علمي يخلي بالنا الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بتعلم الإنسان المسلم أن يكون عنده منهج يمشي بطريق واضح مرسوم محدد الملامح أنت عارف أنك في الدنيا في حياة مؤقتة في دار امتحان والله سبحانه وتعالى يرعان في هذه الحياة ويرعان في كل وقت سبحانه وتعالى ومآلك إلى الله سبحانه وتعالى للحساب وبعد الحساب يكون الجزاء على ما قدم الإنسان الفلسفة دي في حد ذاتها من أين المبدأ وإلى أين المنتهى بتعلم الإنسان أنه يحدد أهدافه كويس جداً أنا موجود في المكان الفلاني بعمل إيه وعشان إيه وحنتهي لإيه إن الإنسان أموره محددة عشان يقدر يدي لكل شيء حقه ويعرف هو النهاردة في هذه الدار بيعمل إيه أنا في العمل ده المفروض أعمل إيه أنا من وراء ما أقدم له وأسعى إلى إنجازي الهدف بتاعي إيه فالعلماء دول شربوا المعاني دي لأن ما كانش حاجة بتشغلهم لا عن القرآن الكريم ولا عن السنة النبوية المطهرة فغاصوا في بحورها وفي أنوارها وكان ده ظاهر عليهم وعلى مؤلفاتهم وعلى شخصياتهم فكان الإمام البخاري وضع منهجا علميا دقيقا وفقه الله تعالى إلى إنه يضع أول كتاب خاص بالحديث الصحيح ودي كانت سابقة للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وما نستغربش بردو إحنا مثلا قول طب إزاي يعني في بخارة في هذه المنطقة في وسط أسيا إزاي وصلت أو وصلت هناك كتب عبد الله بن المبارك أو كتب الإمام وكيع كذلك لا كانت موجودة لأن الاتنين كلاهما الإمام عبد الله بن المبارك والإمام وكيع عليهم الرحمة والربوان كلاهما كان بيميل إلى مذهب أبي حنيف وكانت منطقة خرسان وبخارة من أهم معاقل مذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليهم جميعا وبعدين ما اكتفاش الإمام البخاري بكده لما إحنا بنعب أو بنتكلم وإحنا بنتكلم عن سيرة الإمام البخاري دائما نقول الإمام المحدث الفقه نعم لأنه كان متميز في الفقه وده تقدر تلمسه أوي في أسماء أبواب كتابه في الجامع الصحيح لأنه هو كمان اشتغل الإمام البخاري بطلب الفقه على مذهب أهل الرأي اللي هو مذهب مين؟ مذهب الإمام أبو حنيف اشتغل وتدرب وقد تصل المسائل الفقهية ويتدرب عليها كما كان يتدرب على تمييز الحديث الصحيح من السقيم عليه الرحمة والردوان وضع الإمام البخاري لنفسه منهج دقيق جدا في طلب العلم فمع أنه كان يروي عمّا فوقه ومثله ودونه من الشيوخ كان بيروي في كل الطبقات اللي كانوا قبله أو اللي كانوا معاه في زمانه أو من هو أقل من ذلك إلا أنه كان شديد الدقة كان بيدقق جدا مع الشيوخ اللي بيتلقى اللي بيروي عنهم من غير المشاهير كمان بالذات من الأئمة يعني المشاهير معروفين فلان ده تلميس فلان خد عن فلان كذا كذا إلى أن يرفع الحديث إلى سيدنا رسول الله عيسات والسلام يجي هو الإمام البخاري يرى بعض رواة الحديث اللي مش مشهورين كان يدقق قوي فيجيب الراجل الراوي ده يسأل الرجل عن اسمه وكونيته ونسبه وكيف تحمل إزاي جاب من إين الحديث وسمعه من مين عما نقل هذا الحديث الذي يرويه فإن لم يكن من أهل الحفظ والدراية ذلك الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه الإمام البخاري لو حسوا كده مش متسبت يقول له هات أصل الكتاب الذي تنسخ منه أو الذي تنقل عنه هذا الحديث الشريف فيستعير منه الإمام البخاري وينسخه يقوم بناء الحديث بالسلسلة ويحقق ويدقق بشدة الحرص ده من الإمام البخاري هو اللي وصل الإمام البخاري إلى أعلى المراتب بين أهل عصره ومن بعدهم فرحم الله تعالى رحم الله الإمام البخاري وجزاه عن الأمة خير الجزاء